السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فمركز تكوين هو أول مشروع علني منظم مدعوم بسخاء للتشكيك في ثوابة الدين وإنكار السنة والطعن في السيرة النبوية المطهرة تحت مسميات خبيثة كالتنوير والتفكير والتطوير والتجديد وهم في الحقيقة القائمون على هذا المركز نباشون لقبور الشبهات والضلالات يرتدون زي المصلحين والحكماء وهم في الحقيقة فتنة للجهلاء قال رب الأرض والسماء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وقال جل وعلا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريقة ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس من ظلام للعبيد أن يجادل في الله جل وعلا وفي دينه بلا عقل صحيح ولا نقل صريح بل بمجرد الرأي والهوى ثاني عطفه أي لاويا عنقه ورقبته مستكبرا على الحق والذي يدمي القلب أن هؤلاء يسمون بالنخبة من رجال الفكر والثقافة والأدب وعلى رأس هؤلاء في هذا المركز المشبوه إبراهيم عيسى الذي أساء قبل ذلك الأدب مع الله وتهكم على القرآن واستهزأ به وأساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومع السنة الصحيحة الثابتة وطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طعن في أبي بكر وعمر وعثمان وخالد الوليد وغيرهم وادعى أن فرضة الحجاب لا أساس له في الدين وأنكر عذاب القبر وكذب مع راج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلا بل وأنكر الشريعة الإسلامية وها هو يخرج علينا بلا خجل أو وجل في أولى حلقات مركز تكوين للتشكيك في سيرة سيد المرسلين وإمام العالمين فيكون عنوان الحلقة الأولى هل السيرة النبوية صحيحة؟ ولماذا يريدون الآن أن يشككوا المسلمين عامة وأولادنا خاصة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والجواب وانتبهوا إليه يا أولادي لأنهم يريدون أن يفرقوا بين الأمة وبين أسوتها وقدوتها عليه الصلاة والسلام حتى لا تتربى الأمة ولا الأجيال الناشئة الصاعدة على سيرته كأعظم منهج عملي للتربية والقدوة ولا يريدون أن يعرف شبابنا حجم التضحيات التي بذلها الصحابة رضي الله عنهم لنصرة هذا الدين في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق فرح هذا الجاهل يطعن في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام للنيل من سيرة النبي الإمام وظن أنه بذلك قد استطاع أن يشكك الناس في أصدق وأطهر وأشرف سيرة وتناسى أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بإذن الله لأن مصدرها الأول هو القرآن الكريم نعم الذي يتحدث عن كثير من جوانب حيات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وعن جهاده وغزواته بل تأتي السنة النبوية كمصدر ثاني فقد استوعبت جل حياته عليه الصلاة والسلام بداية بأحكام الطهارة ومرورا بالعبادة والجهاد والأخلاق والمعاملات والعلاقات الدولية والسياسة الشرعية وإدارة الرعية وغير ذلك ثم آت الشعر العربي الذي يعتبر مصدرا أصليا لا يجوز للباحث المحقق في السيرة أن يتجاهله ثم تأتي كتب السير والشمائل المحققة نعم نحن مع التحقيق ومع التوثيق وكثرة جدا فالسيرة النبوية هي المنهج التربوي الوحيد انتبه لما أقول السيرة النبوية هي المنهج التربوي الوحيد المتكامل لكل جزئيات الحياة فبين يدي الأمة أعظم كتاب وأشرف سنة وأصح سيرة وأكمل حياة لأشرف نبي عرفته الأرض صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين فهذا الدعي ومن معه في هذا المركز الخطير المشبوه يفتعلون الأزمات ويثيرون الفتن ويفتقرون إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصدقية ورب الكعبة لا يحسن أحدهم أن يقرأ آية من كتاب الله قراءة صحيحة بأحكامها وصحة مخارج حروفها يفتقرون إلى أبسط معايير العلم والمهنية والمصدقية ويستثمرون الأحداث والمناسبات للنيل من المقدسات الدينية والأصول والثوابت وللطعن فيها بصورة متكررة ومنظمة وممنهجة ودائمة فالصراع بين الحق والباطل يا أبناء قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض ومستمرون إلى قيام الساعة والإسلام يحارب منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره الذي سيحرق بموعود الله كل الحاقدين والحاسدين والسفاء فما من تفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق ومهما زهو الحق وضعف في وقت من الأوقات كأنه زائل فإنه ظاهر قال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ورب الكعبة لن تستطيع جميع الأفواه الحاقدة ولو اجتمعت أن تطفئ نور الله جل جلاله قال سبحانه يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدة فنحن لا نخاف على دين الله جل وعلا فالله ناصره ولكننا نخاف على أنفسنا نحن المسلمين عامة وعلى شبابنا وأولادنا خاصة إن تخلينا عن نصرة هذا الدين وإن تخلينا عن الشهادة له علما وعملا وخلقا وحالة لسيما في زمان الفتن الذي نعيشه الآن إنها فتن كأمواج البحر المطلاطمة تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودة ويزاد أمر الفتن خطرا إذا ضعف العلم وضعف الوعي والإيمان وراجت الشبهات وكثرت المعلومات المضللة والمغلوطة في ظل هذا السيل الهادر من المعلومات والصور والمقاطع والكلمات عبر المواقع والمنصات ورب الكعبة لا ينجو من هذا الطوفان الهائل المغرق لا ينجو إلا من عصمه الله وركب سفينة النجاح وجاهد نفسه على الثبات على دين الله جل علاه وتحصن بالله ثم بالعلم والعلماء الربانين الصادقين ثم بالعمل والتعبد والبعد ما استطاع إلى ذلك سبيلا عن فتن الشهوات والشبهات وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يبين لنا سبيل النجاة كما في صحيحين حديث النعمان إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صالح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وي القلب وفي الصحيحين من حديث أبي ريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجان أو معاذا فليعذ به أي من تطلع لها وتعرض لها واقتحمها غلبته وأهلكته فمن وجد ملجان أو معاذا أو طريقا يتقي به من المشاركة في هذه الفتن لسيما الشبهات فليفعل وليعصم نفسه وليحفظ دينه ودنياه من الخوض في هذا وفي حديث الصحيح الذي راه المخاريب معلق من الضغة الجزم وأحمد وغيره وغيرهما من حديث عبدالله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم كيف بكم بزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة تبقى حثالة من الناس قد مرجت مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقالوا كيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون انتبه انتبه إلى الجواب وإلى المخرج تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم أقبلوا على العلماء الصادقين الذين يقولون قال رب العالمين قال سيد النبيين صلى الله عليه وسلم وفي صحيحين من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله بي خيرا يفقه في الدين ثم فلنحرص ما استطعنا على تحقيق الإيمان وتجديده وتحقيق التقوى ليعصمنا ربنا جل وعلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله وغفور رحيم ثم فلنتوكل على الله سبحانه قال تعالى ومن يتوكل على الله فوحسبه فوكفيه ثم لنلجأ إلى الله ولنستعن بالصلاة قال جل علاه وذنوني ذابا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فلنلجأ إلى رب العالمين لينجينا ولينجي أولادنا من هذه الفتن وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر الفتن ففي صحيح البخاري عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم استيقظ يوما من نومه عندها فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن ماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة نعم العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستعين بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فلنتعود بالله من الفتن وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين محديث عيشة اللهم أن يعوذ بك من الكسل والهرم وأعوذ بك من المغرم والمأثم اللهم أن يعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم أغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب فلنتعوذ بالله من الفتن وأسأل الله جل وعلا أن يعصمنا جميعا وأنا على يقين أن كل من يعلننا الحرب على دين الله إلى زوال كما زال من سبقهم وبقي الإسلام شامخا وسيبقى عزيزا بعز الله له وبنصرة الله له نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منهما بطن وأن ينصر من نصر الدين وأن يخذل من خذل الدين وأن يحفظ بلدنا نصر وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد المنافقين والفجار إنه العزيز الغفار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المختار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته